قام وزير شؤون الدوان الأميرية الشيخ علي جراح الصباح صباح اليوم بزيارة إلى سفارة جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى دولة الكويت حيث نقلت عزية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وحكومته وشعب دولة الكويت وذلك بوفاة الرئيس الأسبق لجمهورية أفغانستان الإسلامية حضرة صبغة الله المجدد